لم يقدر عليه جموع الشياطين الجان اعتذر على عدم قدرته التغلب عليها فعلى المحرمات بالجملة تجسد في صورة نبي الله سليمان جز الله نبيه سليمان بالبعد عن الملك مرة فقلب سليمان مياه البحر شرابا محرما حتى يقيده بالسلاسل الى يوم القيامة فمن هو المارد المحتال صخر بن عمير صاحب البحر كان قويا لم تستطع جموع الشياطين ان تسيطر عليها فاعتذروا لنبي الله سليمان حينما امرهم بان يقيدوه فقدرته تفوق قوتهم بل انه خدع كل من كانوا تحت امرة سليمان عليه السلام فبحيلة استطاع الحصول على خاتم سليمان وظل يحكم قومه لمدة اختلفت الروايات عليها فهي بين 14 الى 40 يوما وقيل في بعض الروايات 20 يوما الاهم انه لم يستطع احد ان يسيطر عليها الا بتحويل نهر من انهار المملكة التي كان يحكمها نبي الله الى الشراب المحرم حتى يقيدوه بالسلاسل ويظل محبوسا حتى قيام الساعة روايات مختلفة وردت عن قصة المارد الذي احتل على نبي الله سليمان وحصل على خاتمه فقيل انه صخر بن عمير صاحب البحر بل وقيل في روايات اخرى انه اصف بن براخيا بل وقيل انه لم يطلق عليه اسم فكان الشيطان الذي احتل على النبي واخذ خاتمه لكن على اي حال ورد عن الكثيرين من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم علي بن ابي طالب وابن عباس وجموع من اهل التفسير ان صخرا او ااصفا ظل يحتال على سليمان حتى اخذ خاتمه فبعدما دخل سليمان الخلاء وكانت تنتظره بالخارج احدى سيداته والتي اختلف في تسميتها فقيل الامينة او جرادة فتجسد هذا المارد في صورة النبي سليمان واخذ خاتمه من هذه السيدة فحينما خرج النبي من الخلاء وسألها الخاتم قالت اخذه سليمان فقال لها ان سليمان فقالت كذبت سليمان يجلس على كرسيه وخدمه وحاشيته يحيطون به الاهم ان سليمان ظل منذ تلك اللحظة لا يصدقه احد حتى ذهب يدعو الله ان يعيد اليه ملكه فبعدما فتنا بهذه الفتنة من هذا المارد المحتال بدأ الخالق سبحانه يزيح الغمامة التي كانت على اعين قومه فهذا المارد كان يفعل المحرمات مع السيدات والتي كان ينأنبي الله عنها فبت انكشاف امر صخر او اصف على وشك فبعدما عاد سليمان من خلوته مع ربه اقبل جنوده من الطير والجان والشياطين وغيرهم يؤكدون ان من جلس على كرسيه مارد خارق القوة ولا يقدرون عليها فامر بان يقيدوه فلما اعتذروا له عن عدم استطاعتهم خرج من بينهم جان يشير الى ان صخران يذهب الى البحر كل اسبوع ليشرب منها فطالب النبي بان يحول ماءه الى شراب محرم حتى يستطيع تقييده فبعدما غاب وعيه واصبح صخر لا يعلم ما يدر حوله قيده خدم وجنود نبي الله واتوا به الى سليمان عليه السلام فبعدما قيدوه امر سليمان باحضار صخرة فوضع المارد بها واغلقه عليها بصخرة اخرى بل وببعض المعاد كذلك وامر بان تلقى الصخرة البحر وقال له هذا عقابك الى يوم القيامة